يتصدر ملف قطاع الطيران المدني أجندة الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات وتنفذ الدولة استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية قطاع الطيران المدني ملف هام يتصدر أجندة الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات وبالفعل تنفذ الدولة المصرية استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية مشروعات تؤكد توجه الدولة الحالية لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات الحكومة الجديدة أعلنت توجود دراسات تتم حالياً لتحديد المطارات التي سيتم ترحوها أمام القطاع الخاص لسعي لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية وهو ما يصب في صالح الدولة المصرية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المطارات الحكومة أكدت أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كهل الأعباء على الدولة المصرية إلى جانب نقل الخبرات المختلفة هذا ويقع على عاتق الحكومة الجديدة دور كبير تجاه قضايا البيئة والتغيرات المناخية يأتي ذلك من خلال تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية كما سيتعين على الحكومة الجديدة في هذا الإطار تقليل الانبعاثات الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي وصولا إلى صفر انبعاثات كربونية في ضوء الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اشتركوا في القناة